شهدت المدينة الجامعية بالشارقة زيارة وفد رفيع المستوى تمثل في كل من سيناتور الدكتور ريتشارد شينز رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية وسعادة مضر الخوجة أمين عام غرفة التجارة العربية النمساوية اطلعوا من خلالها على أجمل صور الثقافة والتطور العمراني التي تشهده الإمارة الباسمة في إطار تعزيز العلاقات بين إمارة الشارقة وجمهورية النمسا زارت دكتور ريتشارد شينز رئيس غرفة التجارة العربية النمساوية وسعادة مضر الخوجة أمين عام غرفة التجارة العربية النمساوية المدينة الجامعية بالشارقة وكان في استقبالهم سعادة خالد بن بطل هاجر مدير عام المدينة الجامعية بالشارقة لينطلقوا في جولة تعريفية بدأت من مجمع اللغة العربية في الشارقة وهناك تم إطلاعهم على دور المجمع ومهامه المنوطة به لحفظ لغة الضاد أعرف على الشارقة والمدينة الجامعية على الوجه الخصوص لما سمعوا عن المدينة واهتمامها بالتعليم والثقافة وللحمد الشارقة تسير على نهج واضح رسمه صاحب اسمه الشيخ الدكتور سلطان محمد القاسمي عضو مجلس العلاق حكم الشارقة الرئيس العلاق المدينة الجامعية حيث أصبحت المدينة الجامعة اليوم تحتوي مجموعة متنوعة من المؤسسات التعليمية الزيارة امتدت كذلك لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية وهناك تم استعراض الجانب الفني والثقافي الذي تنطلق منه الأكاديمية لتكمل مشهد العلم والمعرفة في إمارة الشارقة التي تحرص أن تكون للفنون فيها مكانتها هذه زيارة الأولى لإمارة الشارقة ولقد انبهرت جدا بالتطور العمراني وبالحرم الجامعي الذي قامت به خاصة وحقا أن شارقة منطقة ثقافية بكل ما تحتويه من تخصصات متنوعة وتعاون مثبت والله نحن اليوم سعيدين جدا بزيارة الشارقة وخاصة المدينة الجامعية أنا كنت قبل أربع سنين هنا هذا المبنى لم يكن قائما وقت اللي وصلت إلى هذا المبنى وشفته الناس يعملون ويدرسون ويتابعون في هذا المبنى المتميز فشيء رائع مجمع القرآن الكريم بالشارقة كان مسك ختام الجولة كيف لا فهو منارة علمية متميزة بحق تسعى لخدمة القرآن الكريم وعلومه من خلال العناية بكتاب الله لتختتم الزيارة التي عكست مكانة المدينة الجامعية المتكاملة بصروح مؤسساتها التعليمية والأكاديمية الحاضنة للمبدعين والباحثين عن المعرفة تؤكد هذه الزيارة الروابط المتينة التي تجمع جمهورية النمسا ودولة الإمارات وتؤكد على نجاح الدولة في التصدي لجائحة كوفيد-19 لأخبار الدار مجلس سويدي الشارقة